تذكروا بالزل يعزك تذكروا بالفقر يغنيك تذكروا بالكرب والنكد اللي انت فيه يفك عنك احنا لينا غير ربنا حد يعرف حد يقدر يحلها لله اسمع معايا الكلمة دي ليس لها من دون الله يكاشفه خلص الكلام لا حول ولا قوة الا امرنا بايده نسيبه ورايحين ندور على غيره ليه بس ليه كده محدش يحلالك الا هو ومحدش يملك يديلك الا هو ولا حد يملك رحمتك الا هو ولا حد ينقيك ولا لنا الا ربنا والله ما لنا غير الله من احد فحسبك الله في كل لك الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الكافي الله لا تجزعن فإن الكافي الله ليخرجكم من الظلمات إلى النور يبقى أنا عايزك كأن الله بيقولك ما تبطلش ذكر ليل ونهار وصبح وظهر وعصر ومغرب السبحة ما تتفلتش من قيدك لما نذكر الله ذكر كتير ونسبح بكرة وقاصيلة إيه اللي انت نقوه تعمله معنا يا رب هو الذي يصلي عليكم وملائكة تولي خرجه الله والملائكة يصلوا علينا زي الأنبياء ساعة ما مسك السبحة كده أقول لا إله إلا الله آه يحصل إيه الله يصلي عليك بس كفاء يا رب اللي ما عندوش ورد نقوله كل يوم تقول خمسمائة مرة لا إله إلا الله وتعاهدني على كده اللي ما لوش أوراد كل يوم تقول خمسمائة مرة لا إله إلا الله عشان نتقابل بها على الحوض عافيني يا أخوانا يعني يا رب أن يصلي علينا يعني مفيش هم يا أخوانا يعني يرخمه يعني يغفر المصايب اللي احنا عاملينها يعني يزيل الحجاب يعني يفتح الباب يعني يقعلك من الأحباب يظل العبد يذكر الله حتى أن الله يحبه فإذا أحبه قربه فإذا قربه أدناه فإذا أدناه تولاه فإذا تولاه ولاه فإذا ولاه رفعه فإذا رفعه أجلسه فإذا أجلسه آنسه فإذا آنسه حدسه فإذا حدسه أورسه فإذا أورسه رفع الحجاب وأشهده قل جلال الله فلا يكون للعبد مشهودا إلا الله